لماذا تؤثر الدنيا على الآثرة؟ لماذا لا تتغير؟ ما الذي يمنعك؟ أتشك في كلام ربك؟ ألا لا إيمان لك؟ أأنت في ريب وشك من الموت؟ ألا توقن أنك ستموت؟ فإن نبي صلى الله عليه وسلم دل على عقاب يرتبط بمعاصر فإنه صلى الله عليه وسلم في حديث المرائي الذي أخرجه البخاري في صحيحه عن سمرة بن جند بن رضوان الله عليه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الآتيين الذين أتياه فأخذ بيده صلى الله عليه وسلم فانطلق مر به على رجل مضجع وآخر معه حجر يطلق به رأس هذا المضجع يعني يشدفه يكسره يهشمه يخطمه فيتدهده أن يتدهرج الحجر فيذهب هذا القائم الضارب المسقط للحجر حتى ياتي بحجره فإذا عاد وجد الرأس قد عادت إلى صحتها وسلامتها فيضربه فيشدخ رأسه ويتدهده فيتدهده الحجر فيذهب حتى ياتي به فيعود وقد عادت الرأس إلى صحتها وسلامتها إلى أن يخيء الله الساعة أتاه الله القرآن فرفضه ونام عن الصلاة المكتوبة ومر على رجل مضجع لقفاه وآخر قد خام عليها ومعه كلوب أي حديدة معقوفة يشرشر شده إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وموقه أي عينه إلى قفاه إلى اليمين ثم يستدير فيفعل ذلك فيعود الجانب الأيمن إلى صحته وسلامته فيأتي إليه فيعود الجانب الأيصر إلى صحته وسلامته حتى يقيم الله الساعة كل ذلك عذاب في البرزخ للرجل يخرج من بيته يكذب الكذبة تبلغ الآفاق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به من الآتيين من الملكين أتياه فأخذ بيديه صلى الله عليه وسلم وآخر يسبح في نحن الدم يسبح في الدم بكثافته التي تعلمون ونزوجته بكل ما فيه من عناء وكل ما يكتنفه من شقاء وبلاء وآخر على الشط قائم ومعه حجارة كثيرة فإذا أتى السابح فغرفاه فتح فمه لوسعه فألقمه حجرا فيستدير بحجره يسبح في نهر الدم ثم يعود إليه يفغرفاه يفتح فمه لوسعه ثم يجعل الحجر فيه وكل ذلك بآكل الربا جزاء وثاقة وما ربك بظلام للعبيد وفي مثل التنور يخرج اللهب من أسفله والتنور ضيق من أعلاه ورجال ونساء عرايا في عري كامل فإذا أتاهم اللهب من أسفل منهم ضو ضو خرجت لهم أصوات بآلام وحسرة وأحزان فهؤلاء الزنات والزوان فما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر إلى جملة كثيرة بيّنها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم لشؤم الذنوب والمعاصي في البرزخ وأما في الآخرة فنسأل الله رب العالمين اللطيف الرحيم أن يرحمنا في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة إنه على كل شيء قدير كل ما تعاني منه الأمة أفراداً ومجتمعاً إنما هو بسبب الذنوب والمعاصي فتوبوا إلى الله رب العالمين وارجعوا إليه وسلموا الأمر إليه